وراءة النجم الساحلي دي كلها أمور متروكة لمستر فيلر نعرف تفاصيل أكتر من زميلنا العزيز يا أدهم ندم رئيس القناة الأهلي يا أدهم مساء الخير عليك برحب بك زميلي أمير حشام وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناة نادينا الحبيب قناة النادي الأهلي طب مننا يا أدهم الجديد عندك الحقيقة أمير الأنوان النهاردة هو قوم كامل الدسم وأخبار مفرحة لجمهار النادي الأهلي في البداية المشهد الرئيسي كان فيه اجتماع النهاردة لأيقومة وقصودة النادي الأهلي طبعا الكابت المحمد الخطيب رئيس مجلس قدارة النادي الأهلي بين لعبين قبل المران النهاردة والحقيقة توقيت الاجتماع كان توقيت مهم وقوي وحاسم وفي وقته لتأكيد على أولوية المرحلة المقبلة وأنها مرحلة ما تقبلش التهاون النادي الأهلي مقبل زي ما أكدنا قبل كده على مباريات مهمة جدا مباريات الجونة في الدوري التمرار الصورة الرائعة اللي بدأ عليها النادي الأهلي منذ بداية النهاردة وكمان مباراة مهمة جدا النجم الساحل وضربة البداية في دور مجموعات طبعا 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 عقب ذلك احتفالها مصغرة للسلاسي الأولمبي اللي شرفونا طبعا كثر رمضان صبحي عمار حمد وصلاح محصن كان فيه تهنئة لهم على مجهودهم وطبعا بنهن المتخد الأولمبي بالإنجاز المزدود بالحقيقة اللي هو التأهل لأولمبيات توقيا وعشرين عشرين والفوز بكأس الأمم الأفريقية التدريبات كانت استشفائية طبعا لسلاسي لمنتخب الأولمبي صح؟ نعم تدريبات استشفائية لسلاسي لمنتخب الأولمبي النهاردة ده حقيقي النهاردة كان فيه مران استشفائي للسنائي رمضان صبحي وعمار حمد كان فيه جارية خصيفة حول الملعب طبعا لكن بعد طبعا البطولة المرسونية طيب أدهم عايز أسألك بس سؤال بسرعة رمضان صبحي هل فيه إصابة أو حاجة في العضل الخلفية أو الأمور تماما؟ لا الأمور تماما النهاردة كان النهاردة في حالة بدنية وفنية عالية الحقيقة ومسنش ظاهر أي إصابة بالعكس كان مران خفيف لكن واضح الحيوية واضح أنه قادر يجري واقف على رجل بغطوك وراء النهاردة طيب أجاهيو أليو ديانج بيشتغلوا كويس في التمرين يعني بيشتغلوا في المران بالشكل كامل؟ ده حقيقي وعايز أطمن جماهير النهاردة لأنه طبعا أن أليو ديانج وجونيور أجاهيو شاركوا بشكل قوي طبعا أليو ديانج بيعول عليه الفترة المقبلة للتيامة بعد إصابة لعيدنا ولجمينا طبعا حمدي تفسي الحقيقة كان ظاهر بصورة جيدة جدا وجونيور أجاهيو طبعا بعد الإصابة لألمت دي في مباراة المسرى للصلاة بشكرك يا أدم شكرا جزيلا زميلنا العزيز أدهم ندا مرئيس القناة الأهلي قال لنا كل الأخبار التي تتعلق بالفريق عايز أروح سريعا نشوف أخبار الأهلي